اشتركوا في القناة وثلاثين الف يورو لترميم افورة في مكان اخر من المدينة اضافة للغرامة المنصوص عليها والبالغ قدرها خمسمائة يورو على هذه المخالفة وقالت رئيسة بلدية روما فيرجينا راجي عقب اجتماع مع رجل الاعمال الامريكية الذي يرأس النادي منذ الفين واثني عشر نشكر رئيس النادي على عرضه السخي بعد قفزة الليلة الماضية واكتظت شوارع العاصمة الايطالية بالمشجعين للاحتفال بالفوز بمجرد اطلاق صافرة نهاية المباراة بما فيها ساحة بايتاسا ديل بوبولو التي تنتشر فيها اربع نوافير صغيرة بنيت على قاعدة مسلة مصرية قديمة ادى خطأ في مراهنة على نتيجة مباراة روما الايطالي وبرشلونة الاسباني الى فوز احد المراهنين بمبلغ اثنان واربعين الف يورو وبحسب احدى شركات المراهنة الجمايكية عبر حسابها على تويتر فان المراهنة المحظوظ اراد انفاق الف يورو للريهان على فوز برشلونة بنتيجة ثلاثة اهداف مقابلة لشيء لكنه عن طريق الخطأ قلب النتيجة لمصلحة فريق العاصمة الايطالية اضافت الشركة حاول جاهدان الغاء العملية واسترداد امواله لكن قانون المراهنة يمنع ذلك ليتفاجأ بتحقيق روما للنتيجة التي اعتمدها ويكسب اثنان واربعين الف يورو وتاهل روما الى نصف نهاي دور ابطال اوروبا بينما ودع ندى الكتالوني البطولة من الربع النهائي يواجه نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي والمملك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية اقوبات من الاتحاد الاوروبي لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف بحسب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز يشير الى مبالغة في عقود رعايته تصل الى مئتي مليون يورو وحطم سان جرمان الرقم القياسي العالمي في سوق الانتقالات الصيف الماضي عندما ضم المهاجم البرازلين مار من برشلونة الاسباني مقابل مئتين واثنين وعشرين مليون يورو والتزم بضم المهاجم الدولي ليافع كيليان بابي مقابل مئة وثمانين مليون يورو الصيف المقبل بعد استعارته هذا الموسم من موناكو وذكر تقرير الصحيفة تشير التحقيقات الاولية الى ان عقود رعاية تبلغ قيمتها نحو مئتي مليون يورو مبالغ فيها من النادي المملوك قطريا وتابع ما لم يتم اقناع الاتحاد الاوروبي بتحديد قيمة اعلى لعقود الرعاية فان الندى الفرنسي في طريقه الى خرق قواعد اللعب المالي النظيف بحسب اشخاص على اطلاع على المجاريات اكد الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري ضاحكا خلال لقائه مع رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي انه بعد الخسارة التي تعرض لها منتخب بلاده امام الاروخا وديا بنتجة ستة اهداف مقابل هدف اواخر مارس الماضي فانه يرغب بان يتمكن ميسي من قيادة زملائه للثأر في ربع نهاء مونديال روسيا 2018 على الصيف المقبل وخلال الملتقى المنعقد بالعاصمة بيونس ايرس وامام عشرات من رجال الاعمال ومسؤولين رفعين مستوى من الارجنتيني واسبانيا ووسط اجواء من المودة الثنائية اشار ماكري الى ان الاسبان منتشون بنتجة ستة اهداف مقابل هدف اضاف الرئيس الارجنتيني اقول لكم انني ارغب في الثأر في ربع نهاء المونديال بعوجود ميسي في الملعب ستكون الامور مختلفة تماما وقال ماكري باسما ان الهزيمة لم تؤثر على العلاقة الثنائية بين البلدين مثل الاثر الظاهر تاريخيا الهجرة التاريخية بينهما يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لاقامة بطولة مونديال الانديا بمشاركة اربعة وعشرون فريقا اعتبارا من الفين وواحد وعشرين كل اربع سنوات وتستمر منافساته ثمانية عشر يوما وذكرت مصادر مقربة البطولة الجديدة ستقام في نهاية ثلاثة اسابيع موزعة على شهر يونيو ويوليو متاحة في جدول المباريات الدولية وبذلك سيتغير موعد اقامة البطولة لتكون كل اربع سنوات بدلا من كل عام في فترة توقف المسابقات المحلية لكثير من الدول وبخاصة في اوروبا وسيتم تقسيم الفراق المشاركة الى ثمان مجموعات تضم كل منهما ثلاثة يتأهل اول كل منها مباشرة الى ربع نهائي وفي النسخة الجديدة سيقل عدد المباريات من ثمانية واربعين الى احدى وثلاثين انتهت النشرة دمتم في امانيلا اشتركوا في القناة